الانتخابات البرلمانية في العراق انتهت والنتائج الاولية اعلن عنها في عشر محافظات واذا بالمفوضية العليا لحقوق الانسان تنشر بيانا بخصوص مراقبتها عملية الاقتراع منذ انطلاق دعايات المرشحين وصولا الى عملية العد والفرز لتخرج المفوضية بملخصات صادمة عن خروقات واسعة حدثت في هذه الانتخابات فيما يخص الدعاية الانتخابية اكدت مفوضية حقوق الانسان ان العديد من المرشحين لم يلتزموا بالتوقيتات الخاصة باعلان الدعاية الانتخابية واستخدم هؤلاء المباني الحكومية ومؤسسات الدولة ودور العبادة لدعايتهم بعض الكيانات السياسية استخدمت صور الرموز الدينية في دعايتها كما استخدمت اسلوب التسقيط الاعلامي والاخلاقي والاجتماعي ضد بعض المرشحات والمرشحين ماليا رصدت المفوضية انفاق مبالغ كبيرة للمرشحين خالفت تعليمات مفوضية الانتخابات الخاصة بتنظيم الانفاق على الحملة الانتخابية للمرشحين اذ جاوزت حملات الدعاية الانتخابية بحسب نواب في البرلمان المليار دينار منتسب وزارة الدفاع تعرضوا للضغط اثناء ادلائهم باصواتهم وهددوا بقطع رواتبهم ما لم يبرز الوصول التي تثبت قيامهم بالانتخاب كما لم يدل الكثير من هؤلاء المنتسبين باصواتهم بحجة عدم تحديثهم ما تعرف ببطاقة الناخب او بسبب عدم استجابة جهاز البصمة الالكتروني كما لم تشهد مراكز الاقتراع الخاص وجود اي مراقبة من قبل المنظمات الدولية لسير عملية التصويت وغيرها الكثير اما التصويت العام في الثاني عشر من ايار فشهد هو الاخر نسبة اقبال هي الاضعف في اغلب المحافظات منذ عام 2003 اذ سجلت مفاوضية حقوق الانسان توقف الكثير من اجهزة الفرز الالكتروني التي قادت الى الفرز اليدوي مما سهل عمليات تزوير كبيرة لاحقا كما رصدت عناصر تثقيف منتشرون قرب مراكز التصويت لحث الناخبين على انتخاب مرشح بعينه وغير ذلك من الخروقات المسجلة مفاوضية حقوق الانسان قالت انها ستنشر قريبا تقريرا مفصلا عن مراقبة الانتخابات البرلمانية في جميع محافظات العراق يوثق كل ما رافق الانتخابات من خروقات وانتهاكات ليتكشف للعراقيين والرأي العام كيف افضت تلك العملية لتصدر الميليشيات المشهد العام